الفريق الحركي فضل سيد رئيس بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس المحترم السيدات والسادة الوزراء المحترمون السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون تابعنا كما تابع العالم بإسره إمعان الجيش الإسرائيلي في استباحة باحات القدس الشريف والاعتداء بوحسية وهمجية مقيتة على مئات المصلين قتل الأطفال شرد المواطنين هجر السكان ودك المنازل فلا يمكننا في الفريق الحركي ومكانها قصراً هذا التصرف العدواني لم يحترم مشاعر المسلمين حتى في عز شهر رمضان المبارك إن هذه الروح العدوانية تتحدى جميع قرارات الأمم المتحدة والمواتق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما أن استمرار العنف لا يمكنه إلا أن يغدي مشاعر الحقد ويعصف بجميع الجهود المبدولة لإقرار السلام والأمن في المنطقة السيد رئيس حضراء السيدات والسادة إن المغرب ملكاً وحكمةً وشعباً يعبر عن سخطه لهذا العدوان الغاشم ويعلن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني البطل وهنا لا بد أن نحيي عالياً الجهود والمساعي التي يبدلها جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس كما نبارك الالتفاة الملكية السامية بإرسال مساعدات إنسانية طارئة إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من دعم المملكة المستمر والدائم للقضية الفلسطينية العادلة وتضامنها واللا مشروط مع الشعب الفلسطيني الشقيق وهكذا كان دأب المغرب على الدوام اتجاه القضية الفلسطينية ولا نحتاج إلا التذكير بمواقف بلدنا التابتة قولاً وفعلاً منذ اندلاع الشرارة الأولى لهذا الصراع ولا شك أن من أكبر المبادرات التي أقدم عليها المغرب هي تأسيس وكالة بيت مال المقدس الشريف التي تعمل في إطار لجنة القدس بهدف إنقاذ هذه المدينة وتقديم دعم والمساعدة للسكان الفلسطينيين والحفاظ على المجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى فمساهمة المغرب في هذه الوكالة بشكل واسع وفعال أصطع مثال على التضامن الذي تجسد عملياً في بناء المستشفيات والمدارس والمساكن والعناية بالأطفال الفلسطينيين ولم يتوانى أبداً في ذلك رغم بعد المسافات فالمغرب كان دائماً على العهد وعند مواقفه التابتة من القدس ومن القدية الفلسطينية بشكل عام حضرات السيدات والسادة هذه المواقف المبدئية لا يمكنها أن تكون أبداً محل مزايدة وإعطاء للدروس للمغرب من طرف أي كان في هذا الصياق نتأسف لمن يتشدقون بنصرة القدية الفلسطينية ونتساءل بما دساهم لرفع معاناة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه والتخفيف من معاناته السيد رئيس حضرات السيدات والسادة إننا نعتبر بأن هذه المرحلة الدقيقة تتطلب الانصهار في بوتقة واحدة والتخلي عن الأنانيات والحسابات الضيقة وبالمناسبة ندعو الفصائل الفلسطينية إلى الوحدة والتماسك وتوحيد الجهود من أجل مواجهة الغطرسة المقيتة للعدو الصهيوني كما نحط المجتمع الدولي على التدخل من أجل الضغط على إسرائيل للالتزام بالقرارات الدولية والوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة ووقف الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة والدفة الغربية كما نحطها على دعم الشعب الفلسطيني والوقوف معه في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة والمتكررة ودعمه من أجل استرجاع حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف عاشت فلسطين حرة أبية والخزي والعار لكل الظالمين العتات والرحمة والمغفرة للشهداء والسلام عليكم شكرا سيد رئيس